انا عايز الحاجة اتكلم في موضوع مهم جدا النهاردة لجنة التحكيم في كرة القدم الانجليزية اعلنت ان الحكم البريطاني لي ماسون سيرحل عن منصبه ولن يكون مسؤول عن اي مباراة اخرى في الدولة الانجليزية الممتاز بعد الخطأ الفادح بالجولة الماضية بالبريمير ليك الخطأ اللي اصار انتقادات عنيفة جدا جدا لما احتسب هدف تعادل لبرينتفورد سجله ايفان توني ضد الارسنال رغم وجود حال التسلل على زميله كريستيان نورجارد اتضح فيما بعد ان ماسون حكم تقنية الفيديو المسؤول في تلك المباراة تناسى وضع الخطوط بتاعت التسلل مما جعلت لجنة الحكام تتقدم باعتذار رسمي عما حدث وفقا لبير رسم الاتحاد الانجليزي فان لي ماسون لم يعد جزءا من لجنة التحكيم الانجليزية ومن ثم لن يكون مسؤولا عن اي مباراة في الدورة الانجليزية بعد الان هو ده الصح احنا عندنا في مصر كان الاهلي بيلاعب البنك الاهلي والاهلي حطوا الكورة ولعبها وراحت وخلصت جون حكم الفار استدعى الحكم قالوا الكورة كانت تتحرك ليست مسؤولية حكم الفار لا من قريب ولا من بعيد وقلت الكلام ده كانت النتيجة انه بدلا من ان تتم العقوبة يتم ترشيح هذا الحكم ليكون حكما دوليا وفي الحداشر او في الدور الممتاز يعني وما انفعش بحكم دولي فازل حكما دوليا اظن في كرة الصلاة ولا في كرة الشطئية فحاجة من الحاجات دي يا جماعة ما انفعش حكم يطرد لعيب ويكمل اللعب ما انفعش حكم يخطئ فيه كانت فيه ضربة حرة مباشرة بتتحط من هنا كده بتشط بالمواجهة رح جايبها من الجنب اخطاء تطبيق القانون تعني ان الحكم لا يصلح لادارة المباريات عندك بقى حالات من دي كتير جدا اذا كان عندك نظام اذا كان عندك قانون اذا كان عندك عقاب تأكد ان المسابقة بل المسابقات كلها حتصير بالمسطرة لكنه معلش وحقك علي وسامح وارحمني من الزعل مفيش كده لانه النقطتين دول ممكن يكلفوا الارسنال انه ما ياخدش بطولة الدور العام نقطتين في الدور اللي فات ممكن يكلفوا فريق انه ما ياخدش بطولة الدور العام وهكذا مش لنادي معين لكنه لي حيادية اللعبة لنزاهة اللعبة اشتغل صح طبق قانونك صح طبق نظامك صح لكن معلش عشان خطر فران وعشان خطر اعلان وعشان خطر تلسان ما ينفعش النظام اعتقد في انجلترا بيتعاقده من خلال منظمة مع الحكام او حاجة زي كده شبه يتعاقد يعني هو بالتالي بقوله شكرا جزيلا انت مش موجود معايا امر ما حاكم في انجلترا هيخطأ الخطأ ده تاني واذا اخطأ هيبقى مصيره هو مصير لمسطن فاصل ونرجع تاني اشتركوا في القناة